بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في اللقاءات السابقة عن تعريف علوم القرآن ثم بينا أهمية علوم القرآن ثم تكلمنا عن نشأة علوم القرآن في هذا اللقاء وهو اللقاء السادس نتحدث عن موضوع يتعلق بالمقدمات ولا نزال في المقدمات المتعلقة بعلوم القرآن وهو أهم موضوعات علوم القرآن يحتاج الدارس لعلوم القرآن أن يكون عنده تصور واضح لما اجتمل عليه هذا العلم وذلك لأن علوم القرآن كما ذكرنا بالمعنى العام يدخل فيها أشياء كثيرة وموضوعات كثيرة فلا بد أن يكون عند طالب العلم على وجه الخصوص تصور للعلم الذي يدرسه علوم القرآن ذكرنا في تعريفه بأنه علم يضم أبحاثا كلية وهذه الأبحاث هي موضوعات علوم القرآن وكل موضوع منها كل موضوع منها يمكن أن يكون علما مستقلا فما هي هذه الموضوعات التي تدرس في علوم القرآن واجتمل عليها هذا العلم يمكن أن نعرف قبل أن نذكر أهم الموضوعات يمكن أن نعرف موضوعات علوم القرآن بعدة طرق إما من خلال ما ذكره أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم ونص على أنه من علوم القرآن أو وهي طريقة سهلة نستعرض مثلا فهارس الكتب المهمة في علوم القرآن أو نتصفح هذه الكتب لنعلم الموضوعات التي اجتملت عليها هذه الكتب طبعا سيكون هناك اختلاف والأشك بين المؤلفين ولذلك بعضهم يذكر مثلا موضوعات لا يذكرها غيره وبعضهم مقل وبعضهم مستكثر لعلنا حتى يعني يضيق بنا الوقت نذكر طريقة عملية يمكن أن يطبقها أي مننا في معرفة موضوعات علوم القرآن فمثلا يأخذ أي كتاب من كتب علوم القرآن ولنفرض مثلا أنه كتاب البرهان أنا الآن سأستعرض أمامكم من خلال المكتبة الشاملة بعض الكتب مثلا البرهان في علوم القرآن البرهان في علوم القرآن ونحن نعلم أن البرهان كما مر معنا من الكتب المشهورة وبعضهم يعده أول كتاب ألف على وجه الاستقلال وجمع أنواع علوم القرآن لعلنا نأخذ هذا الكتاب طبعا سنستعرض أرجو أن يكون واضحا مثلا البرهان في علوم القرآن بدأ بمقدمات وذكر طبعا المقدمات تتعلق بالكتاب نفسه نبدأ في الكتاب في المجلد الأول منه ذكر النوع الأول معرفة أسباب النزول ثم النوع الثاني معرفة المناسبات بين الآيات النوع الثالث معرفة الفواصل هذه الأنواع هي موضوعات علوم القرآن النوع الرابع في جمع الوجوه والنظائر النوع الخامس في علم المتشابه النوع السادس في علم المبهمات إلى آخره سنجد أنه ذكر في المجلد الأول واحد وثلاثين نوعا ثم المجلد الثاني أكمل هذه الأنواع في المجلد الرابع ختم الأنواع طبعا ذكر في كتابه هذا البرهان في علوم القرآن سبعة وأربعين نوعا من أنواع علوم القرآن وهي التي نسميها موضوعات علوم القرآن فمن خلال استعراض هذا الفهرس الذي أمامنا نستطيع أن نعرف موضوعات علوم القرآن سنجد مثلا في كتاب الإتقال للسيوطي طبعا قلنا أن البرهان ذكر سبعة وأربعين نوعا الإتقال في علوم القرآن للسيوطي هذا هو الكتاب أمامنا الآن ذكر فيه المؤلف فالإمام السيوطي أكثر من ذلك حيث أوصل أنواع علوم القرآن إلى ثمانين نوعا أحيانا طبعا يزيد أشياء لم يذكرها الزركة شيء مثلا قبله وأحيانا يقسم بعض الموضوعات فقد يذكر صاحب البرهان موضوعا يتعلق مثلا بنزول القرآن فالسيوطي يذكر أنواعا تحت هذا النوع مثلا الحضري والسفري الليلي والنهاري الشتائي والصيفي كل هذه الأنواع تدخل تحت نزول القرآن يعني ما نزل في الصيف ما نزل في الشتاء ما نزل في الليل ما نزل في النهار ما نزل في الحضر ما نزل في السفر وهكذا فهذه طريقة جيدة تعطينا تصور عن موضوعات علوم القرآن لكن يمكن هناك طريقة جيدة تفيدنا في طريقة معرفة موضوعات علوم القرآن وهي أن نبحث عن الأمور الكلية أو الموضوعات الرئيسية أو النواحي الكبرى التي تتعلق بالقرآن ثم ما يدخل تحت هذا النوع من أنواعه ذكرت لكم في تعريف علوم القرآن بأن هناك نواحي خمسة تتعلق بالقرآن الكريم وتندرج تحتها موضوعات علوم القرآن الكريم وهي أولا مصدره مصدر القرآن الكريم ثم نزوله ثم نقله ثم قبل نقله حفظه ثم نقله ثم بيانه وتفسيره هذه النواحي الخمسة أو الأمور الخمسة الكلية التي يمكن أن تندرج تحتها علوم القرآن الكريم لعل من الكتب الجيدة في تصوير هذه الأقسام وجعل الموضوعات تحتها كتاب جيد لعبدالله الجديع وهو من الكتب الجيدة في علوم القرآن وهو المقدمات الأساسية في علوم القرآن حيث جعل هذا الكتاب مكونا من ست مقدمات ست مقدمات كل مقدمة يدخل تحتها عدة فصول وكل فصل هو أصلا موضوع من موضوعات علوم القرآن فلو رجعنا إلى فهرس هذا الكتاب فسنجد أنه بدأه بتمهيد يتعلق بالتعريف بالقرآن وبأسمائه وما يتعلق بإعجازه ثم ذكر المقدمة الأولى في نزول القرآن نزول القرآن الكريم وذكر تحته كيفية نزول القرآن ثم أسباب نزول القرآن ثم معرفة المكي والمدني ثم أول ما نزل وآخر ما نزل ثم الأحرف السبعة هذه المقدمة الأولى تتعلق بنزول القرآن طبعا لم يذكر الأمر الأول الذي ذكرته لكم وهو المصدر وهو الذي يذكره بعض العلماء ويدخلون تحتها الوحي ومباحث الوحي المقدمة الثانية في كتاب مقدمات في علوم القرآن تتعلق بحفظ القرآن حفظ القرآن ذكر تحته عدة فصول الفصل الأول جمع القرآن الفصل الثاني ترتيب القرآن الفصل الثالث الرسم العثماني لأنه وسيلة من وسائل حفظ القرآن المقدمة الثالثة في نقل القرآن في نقله من جيل إلى آخر ذكر تحته عدة فصول الفصل الأول في تواتر نقل القرآن والتكلم عن مسألة التواتر ثم الفصل الثاني في القراءات ثم الفصل الثالث في أئمة القراءة هذه الفصول تحت نقل القرآن ثم المقدمة الرابعة خصصها للنسخ في القرآن النسخ في القرآن حقيقة يمكن أن يدخل تحت القسم الذي ذكرته لكم وهو بيان القرآن لأن النسخ يتعلق ببيان القرآن وتفسيره لكنه أفرده لأهميته فجعل مقدمة خاصة بالنسخ في القرآن ذكر فيها معنى النسخ ثم شروط ثبوت النسخ إلى آخر مسائل النسخ المقدمة الخامسة ذكرها في تفسير القرآن في تفسير القرآن الكريم الذي قلت لكم بيان القرآن وتفسيره ذكر تحتها معنى التفسير وحكمه ثم المنهج في التفسير ثم الفصل الثالث في تاريخ التفسير ثم الفصل الرابع في نقد مناهج المفسرين ثم الفصل الخامس في قواعد التفسير وهذا يتعلق كله بتفسير القرآن الكريم ثم المقدمة السادسة والأخيرة في كتاب مقدمات أساسية في علوم القرآن هي أحكام قراءة القرآن أحكام قراءة القرآن وذكر تحتها عدة فصول الفصل الأول تجويد تلاوة القرآن ثم الفصل الثاني أخذ القرآن والاعتناء به ثم الفصل الثالث أدب تلاوة القرآن أطال فيها وذكر تحتها عدة مباحث يعني هذا الكتاب من الكتب الجيدة التي تبين لنا موضوعات علوم القرآن بشيء من الوضوح من الكتب الجيدة وممن اعتنى بموضوعات علوم القرآن وتقسيمها الدكتور مساعد الطيار في كتابه المحرر في علوم القرآن أشار إليها وذكر أن علوم القرآن يمكن أن تقسم إلى قسمين علوم تنبثق من القرآن وعلوم تخدم القرآن الكريم يمكن أن نذكر ما أورده في كتابه هذا حيث ذكر بحث مستقل له ذكر أن يمكن أن تقسم علوم القرآن إلى قسمين قسم علوم منبثقة من القرآن الكريم وعلوم خادمة للقرآن الكريم ثم ذكر تحت كل قسم من هذه الأقسام ما يتعلق أو ما يدخل تحتها في كتابه المحرر في علوم القرآن طبعا ذكر هذا في كتابه المحرر في علوم القرآن الكريم وهو أيضا مذكور في بحث مستقل له في مجلة الشاطبي نشره فيها وذكر فيها تشجيرا جيدا لهذا العلم هذا أيها الإخوة الكرام ما يمكن أن يقال في موضوع موضوعات علوم القرآن أو في هذه الفقرة وبينا لكم الطريقة المثلى أو الأنسب في معرفة موضوعات علوم القرآن وهذه المعرفة لا شك أن لها فائدة كبيرة جدا في التصور الذهني أو ما يسمى الآن بالخارطة الذهنية أو الخريطة الذهنية للدارس بحيث يعرف ما يدخل تحت علوم القرآن من مباحث أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين